السلام عليكم اليوم نرى القول على ترتيب الدولي للعناصر كيميائي كلاسيفكاصي برايود اكد يزالي موشيميك نقول الدرس سوف نرى التذكير للدرس السابق نقوم بتدريد كورباً نرى الكوروب السلطان إذا عدنا توزي الإلكتروني للدرس أهليوم كجوج بالنسبة للتليوم لتليوم زكاوت 3 كااثنان الواحد وبنسبة للكلور زكاوس 17 لتوزع الإلكترونات حولها نوارد درس لكلور على شكل كااثنان الثمانية ثم شلنا كذلك في الدرس السابق ما يعرفه بالغازات النذرة إذن الغازات نذرة إذن تتميز هذه الغازات بكوفيغراس إليترونيكستان قاديون إذن عندها توزيع إلكتروني مستقر لا تشاركوا في التفاعل إلا في بعض الحالات وتوجد في الطابعة كذلك على شحل جزئات ثنائية الضرة ثم شلنا في الدرس السابق ما يعرفه بالقاعدة الثنائية والقاعدة الثمانية إذن نشوف القاعدة الثنائية إذن تسعى جميع الغازات الكيمياء إيادات زوج إليكتروني وذلك بفقدان عدم الإلكترونيات التي تحصل على البيئة المستقرة لأقرب غاز نذرة حليوة ثم شلنا كذلك ما يعرفه بالقاعدة الثمانية إذن تسعى جميع الغازات الكيمياء إيادات زوج إليكتروني وذلك بفقدان إكتساب أو إشارك على الإلكترونيات لكي تحصل على البيئة المستقرة لأقرب غاز نادر لها اللي هو النايون أو الألغون ثم شلنا كذلك الدرس السابق ما يعرفه بالقاعدة الثمانية تحصل على البيئة المستقرة لأقرب الثمانية ترجمة نانسي قنقر 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 ثم أخيرا العمود رقم ثمانية معدى الهليوم فيه تميل ايطانة الطبقة الخارجية ثم نشوفو الخاصية أخرى للجدول الدوري المتصر على العناصر الكيميائية أغليزالي مونشي مكيسو دورنا بيمليم بغيود أون بيم تمام وفيكو شيطوني العناصر الكيميائية المتواجدة في نفس السطر أو الدور عند نفس عدد طبقات ونفس عدد طبقات إذن بالنسبة للدور الأول فيه طبقة واحدة الدور الثاني جولة الطبقات كوائل بالنسبة للجميع العناصر من الليتيوم، البريليوم، البور، الكرو، الكربونافن، الأزول والأوبسيجين والفليور والنيوم بالنسبة للدور الرقم ثلاثة اللي فيه السوديوم والماغنيزيوم والعليمنيوم والسيسيوم والفوسفور والكيبريت والكلور والالبونت ثم هناك خاصية أخرى للجدول الدوري المتصر على العناصر الكيميائية سواء إيكس يغاية بوزالطون موزابون أو لازيوم نعتبر ضرتين إيكس وعيدة المتواجدة في نفس العمود إيكس زائد ثمانية لأن ثمانية هو الدورية للجدول دوري لأن عدنا ثمانية أعمية التالي نضيف التمانية إلى المعادلة إذا يمكن أن يتحقق من المعادلة باستعمال الجدول الدوري إذا عدنا بالنسبة للهليوم والنيوم لأن زل يساوي عشرة إذن عشرة هي إثنان زايد ثمانية يعني زاد ديال نيوم تساوي زاد ديال لهليوم زايد تمانية بالنسبة للأرغام الزير يساوي 18 بالنسبة للكلور 17 يساوي 9 وبنسبة لكبريد 16 يساوي 8 وبنسبة للفوسفور 15 يساوي 7 وبنسبة للزيد 12 يساوي 14 يساوي 6 يساوي 8 بالنسبة للألومنيوم 13 يساوي 8 ثم بالنسبة للمغنيزيوم 12 يساوي 8 وبنسبة للصوديو 11 يساوي 8 ثم بالنسبة للعلاقة تبقى صالحة بالسبنة والعنصر العيد الرجل